كل الناس يأكلون ويشربون لكن من منهم يعرف آداب الطعام والشراب ومن منهم يحافظ عليها فمن أهمها وجوب تحر الحلال والبعد عن الأطعمة والأشربة المحرمة في ذاتها كالخنزير والخمر أو في طريقة كسبها كالطعام المسروق قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يأكل ولا يشربوا في آنية الذهب والفضة أو المطلية والمزينة بهما ففي الحديث ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ويدخل في ذلك الصحون والقدور والأكواب وكاسات الشاي والقهوة وكذا الملاعق والشوكات والسكاكين ومن آداب الطعام التسمية في أوله والأكل باليمين ومما يلي الآكل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك والأكل من حافتي الطعام يزيد من بركته قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه ولا يأكل متكئا ولا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه ولو كان حارا بل ينتظر حتى يبرد ويشرب جالسا على ثلاث دفعات وإذا سقى قوما فليبدأ بالأيمن وليكن الساق آخرهم شربا والاجتماع على الطعام خير من الأكل منفردة وإن كان كلاهما جائزا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وليحمد الله في آخره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا فاحرص على آداب الطعام والشراب فإن ذلك من شكر النعمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون